يعني إذا الرمضان كده عنوانه هو درس يا فندم بالملايين ما الذي ينفرد به رمضان عن سائر الشهور صيام متتابع ده بالنسبة لينا يعني وزكاة الفطر وزكاة الفطر وقيم الليل وليلة القادر من نجدعو به بس يعني أنا بقول حضرتك على هم أربعة لو دورت في ألف كتاب مش هتلاقي خمسة صيام متتابع صلاة قيام الليل اللي هي التراويح ولها اسم كده التراويح عشان بيستريحوا فيها يعني وزكاة الفطر الواجبة على القادر طبعا في رأي مهوش يعني هعمل إيه حلو كده لكن تعال بقى كان في رمضان بيحفظ لسانه إيه السؤال هل يجوزه بعد رمضان أن يترك العنان إيه فلسان إيه كده إيه كده إيه كده لحضرتك وكتسألني سؤال فني مش هتلاقيه إلا في بطون 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 أمهات الكتب إيه بقى أمهات يعني رمضان إيه هتلاقي باب كده باب كده عنوانه كده من باب أولى يعني الكتب حرام وهو في رمضان حرامه شرطه احتراما للشهر الكريم لكن هو حرام ولا مش حرام يعني إذن إحنا يا سلام عليك يا سلام عليك لكن من قال بإنه مباح بعد رمضان العلماء قالوا فلا رفتة ولا فسوقة ولا جدالة في الحج أي تلبقر على الشمال هل معنى هذا إن الجدال والفسوق يجوز بعد ما ترجع من الحج لا يعني أنت نفر فسوق نفر إيه اللي تقادب نفر كلام في الهي لا إفاندي بالأطول مفهوم لا يعني أنت لا جدال ولا فسوق ولا بتاع لما تبقى في نفس مبدأ رمضان الاختراما للشهر يعني إذن هو حرام عليك الأول تخرج عن الجماعة حرام عليك تعمل لك ديل لوحدك حرام عليك تفسق يعني الفسوق يعني الخروج عن الفلك العام يعني حرام عليك تسيب لبس وطنة ده منصوص على فقه اشتركوا في القناة